هياكم الله ولابكم مرة ثانية حلقة جديدة مع فنانتنا المصممة المهندسة الأستاذ لنا حجر هياك الله أستاذ لي أهلاً أسعادة نبيت كيف حالك؟ الله يسلمك الله أفادك ربي كيف حالك؟ طيب إن شاء الله الحمد لله يسير لك نحن من حلقة قبل كذا تعدت علينا تطرفنا شي بسيط لتجهيزات التصميم وهي المسارح فخلنا اليوم نتكلم الحلقة هذه بالتحديد عن المسرح لأن المسرح له هويته الخاصة له شخصياته الخاصة له احتياجاته الخاصة من ناحية التصميم واحتياجها فطبعاً إن كونك مصممة داخلية في المجال هذا وأنا كرجل مختص في المسرح هكونا النقاش بيننا اليوم أجبر إن شاء الله طيب كمام إن شاء الله يا ربي مهندسة لينا إيش هي الاحتياجات الرئيسية لما يبتدف دراسة تصميم المسرح؟ طيب خلينا نتكلم بعض إنه في ثلاثة أنواع من الوظائف الخاصة بالمسارح في المسارح الخاصة بالندوات والمؤتمرات وهذا بتكون سابقة بالمقاسات معينة باحتياجات ووظيفة معينة والمسرح هو عبارة عن وظائف أساسياً نحن نستخدم بطريقة معينة وفي نوعية تانية وهي المسرح اللي هي التمثيلي والأداءات العروبة المسرحية اللي هي الاستعراضية وهذه ليها مواصفات ومقاس مختلفة بإضافة المسرح المتنقل اللي بيكون بمواسر معينة وبتكون بيها طريقة عمل مختلفة وحابة أن أوح على شغلة إنه موكل انتيريور ديزاين هو قادر إنه يدخل في هذا المجال أغلب الشخصيات اللي بتدخل في هذا المجال لازم يكونوا يشتغلوا قبل كده في الدكورات التجارية في فرق بين الدكور التجاري والدكور المنزلي الدكورات المنزلية هي مقاسات محددة وسواء كانت بإبتنافعات أصفف أو بأدوات معينة بتستخدم المنتجات نفسها بتستخدم عادية يعني هي اختلافة البيوت عبارة عن مساحات بإضافة الدكورات الجبسية والدهانات والأشياء اللي هي هذه بالضبط حقيقة الإسكان التجاري مختلف تماماً هو التجاري إن كنت بتحقف استخدامات وتوظيف الخامات الأساسية إلا بتستخدمها في مساحات كبيرة وطبعاً المسرح دنيا تانية أنا انت كان ليس سيد الحاصل ناشتغلك في مسرح وكنت مساعدة ملفز ديكورات وفي فرق بين برضو المصلم نفسه اللي يصلم كخرائق وموذيكرة وبين اللي هو بإنخل التنفيذ أنا التنفيذي خش في خبرة معايا المصمم قد يكون إلهامي في الفكرة نفسه لما نخش في نفس التنفيذة حيكون داخل في معمة المتيريالز نفسها في المسرح مختلف غبع شويتين المسرح أنت بتاخد سكرب زيك زي الممثلين ولكن انت بتاخد بالكامل بتجلس مع المخرج بتجلس مع السيلرست نفسه اللي كاتب العمل بتجلس مع الأبطال بتدخل في كل التفاصيل انت عايش معاهم الحكاية بالكامل علشان تقدر تتكون المتيريال المناسبة للخشب للمسرح نفسه للعلو للدكورات عندنا دكورات في المسرح كمان من أمور ثابتة وفي دكورات متحركة وخصوصا لما تكون تمثيلية أو استعراضية ففي فرق بين الاثنين ما في مسرحية شبهة تانية ولكن لإكمال العمل وتكفيره صحيح لازم يكونوا كل الدكورات وكل التفاصيل موجودة في قلب الطهاء يعني هو في الطهاء لكل عمل فالمنفذ الدكور والمصمم نفسه هم جزء من هذول الطهاء اللي يشهد المطبخ المسرح نفسه فبالنسبة للمسرح إذا نحنا بنتكلم عن المسارح اللي هي التمثيلية والاستعراضية فبتكون فيها أكثر من جزئية في عندنا الستائر عندنا ثلاثة أنواع منها رحضا رحضا عندنا سألينا الحين دخلتي بتفاصيل يعني إحنا عشان بس المتابعين يتابعونا المسرح له جزئتين إذا ما كان غلطان خشبة المسرح بتجهزاتها واحتياجاتها ومكان الجمهور أو الحضور له تجهزاته الخاصة مضبوط كده؟ هذا صحيح أجل الحين هنخش على خشبة المسرح إحتياجها طيب نحن لو بس طرقنا أول شيء على الجلوس وبعدين دخلنا في التفاصيل جلوس الناس عامة هي على حسب المسرحية إذا كان من المسرحة أو من المسرحة أو من المسرحة أو من المسرحة يعني في عندنا أشياء معدودة ممكن ثلاثة أربع مسارح نقدر أقول عليها اللي هي جاهزة زي مسرح بكر سالم ومسرح المرحوم طبعا مداعفة في أبهى إنما بقيت المسارح والمركز الثقافي عفوا من الفريات غير كذا ما أعتقد عندنا المسارح جاهز بمعنى كمة مسرح تمثيلي فني ثقافي مبوض؟ لا ما عندنا هذا صحيح وحتى هذه المسارح اللي حضرتك سكرتها هي لم تعادت صيانتها أو استخدامها للتطوير التكنولوجي حكرا ما زالت تحتاج أنها تتطور علشان تواكب التقنيات الموجودة سواء كانت الصوتيات سواء كانت نوعية الخامات المستخدمة طبعا أهم شيء في المسارح نفسه لازم يكون الصوت مهم جدا وتوزيع الصوتيات والسماعات في المكان على حسب استوعاب الأشخاص جوة القاعة نفسها للأسف في أماكن تسمى نفسها أنه هي مسرح ولكن عندما تدخله تكتشف أنه ليس مسرح هو قاعة وتحولت للمسرح غير مناسب أساسا للممثلين يعني فيه ممثلين أحيانا لما يجوا بيشترطوا عليك أنه يجوا عشان يشوفوا المسرح اللي حيشتغلوا عليه خشبة المسرح نفسه لازم يكون مناسبة لهم لتحركاتهم طبعا التحرك الداخلي والخارجي في إدارة الحشود فهي تفاصيل كثيرة ولكن مهم جدا أنه تكون نفس المسارح جاهزة للاستوعاب المطلوب طبعا بتختلف من جزئية لجزئية ومن حاجة لحاجة ومن أين تريد أن تبدأ نحن نقول لو خدنا خشبة المسرح بتغاصيلها عندك على سبيل المثال زي ما كنت غلطان عندك التصميم رقم واحد في عندك أخصائيين للصوت عندك شيء اسمه مهندس صوتي اللي هو عشيندروس عملية الصوتيات اللي هو تماشى مع تنفيذ الدكورات سواء من ناحية الانعكازات الصوتية أو بتصاص الصوت غير خشبة المسرح اللي هي السماعة المراقبة اللي هي الموتر سبيكور بعد كده في عندنا إضاءة زي ما تفضلتي أنت لما تسوي تصميم مسرح أساساً لازم يكون عندك تخيل متعددة الاستعمالات لما تسوي تصميم إضاءة وصوت لمسرحية معينة بقدر ما تكون تجهيزاتها كلها جاهزة حسب أي مسرحية تجيني فأنا عندي الاستعدادات اللي هي خلف الكواليس حين نسميه زمان قد غلطان اللي هو تجهيزات الكواليس الموجودة لفوق خشبة المسرح سهولة تحرك الإضاءة والوحدات التحرك والإضاءة المتحرك والإضاءة المؤثرة ومعيث المسرح قبل هذا كله أعتقد لازم يكون في عامل أساسي اللي هو احتياج مساعد خشبة المسرح يعني ما يجي يقول لفوق مسرحية على سبيل مثال في عندي عشرين شخص خشبة المسرح هنا لازم يكون داخل مع المهندس الإنشائي عشان يقول كم متر مربع أبغى عشان أغطي عن خشبة المسرح زمان البلطان النظام الألماني في خشبة المسرح يقول لك كل شخص له خمسة متر أو اثنين متر قطري كحرية الحركة مع كده تبتدي تحسينيها خمسة متر اللي هي القطري إنما الحركة الواحد اثنين متر مربع اثنين متر قطري بحيث تكون عنده سهولة الحركة الممثل أو الممثلة عن خشبة المسرح ومن ثم تبتدي تقولي الإضاءة كيف تكون توزيع أن يغطي خشبة المسرح مببوط كده؟ حسنا طيب لو نحنا تكلمنا عن تأسيس المسرح نفسه قبل ما ندخل في التفاصيل الأخرى تأسيس أي مسرح يحتاج له أنه يكون مساحة حرة المساحة الحرة بأنه أنت عارف المسرح حقك هو لأي أنواع من الوظائف اللي أنت حتستخدمها هل هو مؤتمرات فقط هل أنت تبقى مؤتمرات بكل أنواع الالفنتات اللي حابب أنها تطلع على خشبة المسرح هل أنت تبغى مسرحيات صغيرة اللي هي نص ساعة ساعة اللي هي الطلابية أكتر لو كلمنا عنها أو أنك أنت تبغى فعلا خشبة مسرح تستقبل المسرحيات وتستقبل العروض المسرحية اللي هي زي حق الأطفال الأقزام والأمور هذي اللي فيها حركة إذا نحنا نبغى نستخدمها للصف الثاني اللي هو خالج على المسرحيات ونحنا عندنا استعراضيات والأمور هذي الاستعراض حتى لو كانت أغنية واحدة يعني هو لازم كمان يكون في مساحة للحركة وعلى خشبة المسرح دائما ما بيكون فيه بس اللي هم أمام الممثلين لا بيكون كمان فيه ناس خلف الكواليس وخلف الكواليس يكونوا منتشرين جدا وحتى المنفذ اللي يكون لازم يكونوا توفر في أي مسرحية أو أي استعراض لأنه قد يكون فيه أي عطل قد يكون فيه أي مشكلة تسير وهو يعرف ايش الخلف الى وراء بعض ايش الخلفيات الى وراء بعض وهو مباشرة الموقف زي ما نقول دائما لازم في أي عمل سواء كانت فعليات أو غيرها لازم يكون فيه مهندس الصوت ولازم مهندس الإضاءة يكونوا مهمين جدا يكونوا موجودين في أي عمل فعاليات اين كانت نوعيتها عشان فيه حالة فيه أي خلط فهم هذول حيارفوا أول ناس حيكونوا موجودين على الأرض الموضوع هنا في سوريا وهنا يعني وضع صوتي لصوتك مهندس سالينة أنه ترى هي تخصصات زي ما نقول فيه تخصص مهندس معماري مهندس ديكور مهندس كهرباء فيه مهندس إضاءة وفيه مهندس صوتيات المسرح لازم يكون موجودة فيه الخمد لا تقول مهندس كهرباء حيغطي لي حكاية احتياجات الصوت والإضاءة لأنه هذا فن هندسي مختص بحد ذاته لازم يكون له تخصص فلنحترم كل تخصص في مجاله فزي ما تفضلت أعتقد شي مهم جدا أن يكون عنده إمكانيات لكن لو رجعنا نقطة الأولية قلتها مهندس سالينة خلنكم منطقيين يعني استحيلنا يسوي مسرح فقط للفعاليات ومسرح المحاضرات اليوم احنا مفروض يكون عندنا المسرح متعدد للأغراض فكيف نقول أنه هو نفسه هيكون ثقافي محاضرة ندوة ندوة أدب مساهمة فنية أو مسرحية ثقافية تمثيلية أو مهرجان اليوم الوطني أو أي مناسبة أخرى هو لما نحن نبغى يعني لما يكون في أرض منشأة معينة زي جامعات أو زي قطاعات أخرى يكون الهدف من تواجد هذا المسرح علشان يغطي القاعات بدلا ما يذهب يستأجروا القاعات فهم يغطوا الوظيفة اللي هم يحتاجوها المساحة الأساسية حقه هذا المسرح غير مناسبة أني أنا أعمل عليها مسرحية تمثيلية بيكون في العدد حقها من تقريبا عشرة لثلاثين طاقت ينزلوا فصعب أني أنا أعملها لأنه حتى مكان الكواليس اللي هو مكان اللي بيوقف فيه المخرج اللي بيكون فيه الفاشن اللي بيساعدوا مباشرة في تغيير الملابس اللي بيحطوا المنكير اللي المنفذ والشباب اللي بيدخلوا يساعدوا علشان يغيروا الدكورات الأمور هذه كلها تحتاج أنه خلف الكواليس اللي الناس اللي ما بيشوفوا اللي بعده بيجي مباشرة يكونوا سريعين يعني بيدخلوا ممكن عشرين بنياته في نفس الوقت فإنت ما عندك غير مدة محددة ما ينفع تتخخر عن فتح الستار عندك ناس بيجلس مباشرة في ناس بيصلحوا الميك أب بيغيروا ملابسهم فهذا كله يحتاج مساحة عشان كده قلت لك أنه لازم يكون فيه مساحة حرة لك لما أنا أعمل قاعة مؤتمرات والقاعة المؤتمرات فهي تستخدم لكل الفعاليات زي القاعات الموجودة في البنادج أو الجامعات فهذه تستخدم لكل شيء معاد المسرحية لأنه فيه في المسرحيات التكنيك معين صعب لك أنت تخرج منه الحاجة الثانية مهندس الكهرباء هو فيه نوعين من الهندسة الكهربائية المهندس الكهربائي هو المهندس اللي هو نحنا بنستخدم بعد من خلص الخرائط في الكامل بنقتله هيا علشان يوزع الكهرباء ويعمل توازن ويعمل كم التحميل الأساسي يعني هذي حاجة داخلة الانشائيات التحالي لما نحنا نتكلم عن المسرحيات عامةً لازم يكون فيه أخصائي صوتيات هو مهندس صوت يسموه مهندس صوت هلا بيكون عنده خبرة لازم يكون عنده خبرة أقل شيء ثلاثة سنوات هو اشتغل على المسارح يهل في التكنيك الأساسي لأنه قد في أي لحظة قد في أي لحظة يصير فيه ماس كهربائي فكيف يغطي لازم يكون عنده حاسب حساب وأنه فيه بلان A وفيه بلان B مباشرةً هو بيشتغل في المواضيع منفذ الديكور هو بيشتغل على حسب القصة نفسه بالجيل المسارح بيكون مجحز من البداية بس بيأتي دور المنفس لأنه بيختار الديكورات الأساسية مع بين هي ثابتة ومتحركة بيختارها إذا هي تستخدم بخامات طبعا الخامات الأساسية التي تنزل على خشبة المسارح ثلاثة أنواع لا رابع لهم التي هي إما يكون منحوطة خشبيات إذا نحن في حالة أنه ما نغير كثيره في الديكورات فهي سابتة أو أنه هي بتكون برسومات مرسومة بطريقة معينة وطبعا على خلفيات خاصة بنوع من أنواع الألفيات وهي هذه بتكون حتى مش بلان البيتي وكلام هذا لكي لا أحد يستسهل لأ هي لها تثنيك معين في موضوع الدهانات بإضافة طبعا اللي هو عبارة عن الفلين ولكن ليس الفلين العادح للمدارس لا هو نوعية متخصصة للمسارح وهي كمان معالجة على أساس أنه هي كاتمة للصوت يعني بتساعد أنه هي تكتم الصداء اللي موجود يكونها لنفس ما تواجد ناس كتير ومع موبايلات ومع أمور وهذه المواضيع فهي تمتص هي من الأنواع اللي هي تنفص برضو موضوع الصوت والضجيج اللي بيسير اللي هو الأكوشتك البانالة اللي هو الكلمة المعنى الفنية الواح المعصة للصوت بس إذا ما كنت غلطان مهندسة لينا من دراسات المسارح برضو لازم يكون عندك نسبة من انتصاد الصوت نسبة من انعكاس الصوتية ما كنت تنتصين الصوت كله على سبيل المثال إذا كنت القاعب سوي الخشب فيمكن أفروض يكون فيها نوع من التخريم اللي هو اللي هو اللي يكون حفره ويكون وراها مادة ما يصل الصوت عشان الصوت نسبة منه يخش وما ينعكس ونسبة ثانية تبغى تعكسيها صح؟ هذا صحيح ما هو لازم فيه انعكاس فيها مهندسة لينا نكمل الحوارنا لأنه صار فيه شوي تشويش علينا احنا راح يكونوا متكلم بو اللي هو لما نجي نصمم من ناحية الصوتيات تحديداً في المسارح الكبيرة اللي هو يكون مشابه الرئيسي اللي هو السقف على الأرض أعلى من 9 متر فالفكرة الأساسية تحطي الواجهة الأمامية كلها خشب والخشب ما هو خشب بانل عادي MDF لا يكون خشب مثقب اللي هو يسموه Micro Perforated الفكرة من هذا الشي انه في عندك نسبة من الصوت لازم يرتد نسبة ثانية لازم يكون مشحوب منه لما يجي الخشب عندك عليك لتفريغ وانه وراء المخرم شي بسيط جداً عشان كده يسميه Micro Perforated الصوت يخش وما يرجع فالمفرد يكون عندك طريقتين انه عندك نسبة تقريباً حوالي 70% من الصوت يرجع على القاع والنسبة الثانية 50% يخش ما يطلعش كده في عندك حوالي 5 سم بين ألواح الخشب وبين اللي هو الصوف الصخري اللي خلفه عشان ما نعكس فالطريقة هذه ان شاء الله يكون في دراسة الصوت الأفضل لشي كده نقول المسرح لازم يكون له تخصصات يعني مهندس الديكور مهندس صوتيات مهندس دراسة الصوتيات مهندس دراسة إضاءة النقطة الثانية نحاول نخش فيها عشان ما نتوه الناس لأنهم في اختراس ممكن ما يكون عندهم خبر تقني كثير عن نواحة الصوتيات خلنا خش بالتصميم حتى الإضاءة إذا أفضل رأيي في عندك المجسمات في عندك الأشياء المؤثرة خشبة مسرح يعني احنا داماً نعتبرها لما ننسوي دراسة مسرح بالذات لقاعات كبيرة نعتبرها منطقة حظرة بسبب أنه عندكم مية أسلاك وأشياء والكواليس والإضاءة والتجهيزات ووزنها الأشياء الثاني شير استهيش تقيل فلما يجي الزائر يعطينا خشبة مسرح وخلاص لا، إذا تبغي خشبة مسرح على مستوى يليق بالثقافة المسرحية يجب أن يكون جاهز من كل تجهيزاته سواء من ناحية تصميمية سواء من ناحية الصوتيات أو من ناحية إضاءة طبعاً أول حاجة نسويها إذا ما تفضلت هو دراسة تحيز المسرح نفسه فالمفروض تكون دراستنا كمهندسين مع اللي بيسطتنا لسوي المسرح من البداية لما يجي يقول هذي أرد بسوية مسرح هنا يخشت الخصوصات معاً ما يجي يقول حطنا مهندسين الشاي والمعماري والكهرب يقولون تعالوا معايا يطلعوا التصميم لا، لازم يكونوا معاهم فريق خاص في المسارح وهذا الشيء اللي نحصله في كل دول العالم اللي عندها مسارح قيمة وبإذن الله هذي يكون رسالتنا الوطن الغلي اللي عنده مسرح يروح لتوجهات الخصوصات يعني في عندك مكاتب السعودية خاصة سواء في السعودية أو خارج السعودية متخصة في المسارح لتصميم على حسب الحاجة تبعاها الحاجة الثانية أعتقد سوف أفقيني الرأي لما تجي في الكواليس وهي شيء جداً مهم في عندك نسبة عالية جداً من اللي هي الأشياء المتحركة الكهربائية أو الميكانيكية فاليوم مع التقنية إذا ما تفضلتك بداية حوارة المهندسة لينة التقنية من والله ما أمسك السعودة بيدلي وقفلوا في تحلاء لازم يكون لها محركات كهربائية عشان تعمل الدراسة الحسبان أنه بديش لازم يكون وزنها إيش المجسمات اللي حشية لها غير كذا في عندك طبعاً اللي هي وزنية الأتقال لها الشي لها لما نجحنا في دراسة مسرح تحديداً نقولهم إيش تبقوا تحطوا في المسرح هل عندك عدد الأشخاص رخم واحد هل عندك خلف الكواليس إذا ما تفضله التجهيزات سواء من الممثلات سواء غرف المتياج سواء غرف تغيير وتجهيزات الملابس بعدين عندك غرفة التحكم دائماً في المسرح اللي فوق الألف كرس تحديداً يكون عندك مكانين للتحكم مكان على خشبة مسرح أو خلف الكواليس ومكان الثاني خلف الجمهور اللي هو في المدرجات اللي في المدرجات هو يكون الماستر الرئيسي اللي يتحكم بالصوت والإضاءة وعندك اللي هو بلان بيزة في الاتصال بين الطرفين لو جينا في الصوتية اللي هو اللي الناس تحب تسمع عنه هل تعتقدين أنه مثلاً لما أقول أبغل خمسة مكرافونات كافي لما يجيزيب جهاز المكسر حق الصوت كيف نحدد المكسر الآن هدخلنا التصميم ما أنا بغل نكون محددين طبعاً عدد الأشخاص المتوقع وزود عليها لما أقول أنا عندي مسرح أو في عندي عشرة ضيور خلي عندك على الأقل 20% زيادة لأنه قد يحتاجها لما نجي في الكراسي موضوع ثاني نرجع في الناحشة نرجع للموضوع الكراسي في المسارح أعتقد المفروض يكون من القماش إذا توافقيني الرأي صحيح نحن لما أنت تتكلم عن المسرح أي مسرح في الكوان لازم أول شيء رسالة هزيت حتى على حكاية أنه أنا لما أنشأ المسرح نفسه لما أنشأ المسرح لازم أنه يكون في بالك ليس المسرح رقم واحد كما التكلفة المالية اللي هتكلفني لأ أنت لازم تطول أول شيء لمساحة الأرض وما بيكون بس المسرح هو الأساسي لا هو بيكون كمان في إدارة الأمن والسلامة لازم يكون حاسبين كف الحركة سواء كانت الجمهور لما يخرجوا أفواج مع بعض أو لما يكون في الممثلين والخلف الكواليس طبعا ليهم مخرجين أقل حاجة بيكون وبيكون في إرتفاعات للمسرح في زر ما تفضلت بيكون في نقطة أساسية لخلف المدرجات بتكون في استوديو هناك أوقات المخرج والمساعدة بيكون متنوبين ما بينهم هما خلف الكواليس في حشبة المسرح وما بينما هما يكونوا في المحلة الكنترول الأساسي اللي هما بيشوفوا كل المساحة بالكامل بيكون كاميرات طول الوقت على كل الأماكن بالكامل عارفين كافة المداخل حقتها علشان في حالة إذا في أي طوارئ بيكونوا مستخدمين إحنا عندنا حتة مهمة أنه لازم يكون فيه أمن وسلامة ولازم يكون هذه التخصصات فهلا تخصصات حقيقية متوفرة على الأرض المكان وليست أنه مقاول نجيب مقاول الكلام من عارفين ما نجربينه بس عشان الله سيأخذ فلوس أقل المسارح مختلفة تماما والمسارح لها طريقة معينة في التصميم وليها آلية معينة وفي عندها حسابات مختلفة وزي ما حضرتك ذكرت بالنسبة للإضاءات عشان كلا في البداية قلت لك أنه ضروري أنه المصنب اللي نحن نختاره يساعدنا في استخراج الحلية النهائية للمسرح قبل ما نعرف الشيء المسرحيه اللي حتيش يتعرض أو المشاهد الأخرى فلازم يكون مش شخصية اشتغلت تصاميم للبيوت لأنه لما أنا أجي أستخدم اللمبات أو الليد لايت أو غيرها من الأشياء الإضاءات والصوتيات داخل البيت مختلفة تماما نهائيا عن المسارح على الأمور التجارية فإنت هنا في عندك كشافات في عندك أسلاك من نوع معين حتى طريقة الأسلاك وعملها لها تكنيك خاص لها لذلك أنا أشدك بتواجد مهندسين مهندس صوتي مهندس إضاءة فعلا هم دارسين هذا التخصص هم أساساً معماري حتى الناس يكون عارفين هم أساساً معماري وتخصص فيما بعد صوتي أو تخصص فهو عنده خلفية عن الأمور الإنشائية وعلى حال سبق التحمل لأنه لا أنا أساساً أسمحك مهندس سلينا هو زي ما تفضلت المعماري في صوتيات تخصص لكن لا تقل أهمية لأنه في عندك قسم الإلكترونيات في دراسة صوتيات يعني عندك مهندسي الإلكترونيات برضو في تخصص صوتيات عشان لا نطبس الكريات عن المعماري هو حتى الثاني بس بعض الكليات هي ما بتعطي لهم كيف يقرأوا الخرايط هو لازم يعرف كيف يقرأ الخريطة انت بيجي لك خرايط لازم تعرف كيف تقرأها لو انت ما عرفت كيف تقرأها فهذه مشكلة كبيرة لأنه في بعض الشخصيات تكيش تشير أعمدة وتكون أعمدة أساسية فأنت في النهاية مع الوقت تسبب في ضرر لنفس المبنى وهذه في المسارح كمان نفس الحكاية بيكون هو اللي باني المسرح بيكون مستثمر وبس بناء علشان استثمر وخلص ما يهم ما تبقى فالدول التالي اللي يجي على الشخصيات اللي هي حتيش عشان تكمل الرسالة هادي وتبني مسرح فعلا ومتكامل المسرح له متكامل في الإضاءات ومتكامل في الصوتيات وليه عدد معين طبعا بالنسبة لي عدد كم السماعات للحطة كم مساحة التكييف كمان هادي لكن الحسابات خاصة بيها الإضاءات كمان لأن الإضاءات مش بس على خشبة المسفح كمان بتكون الإضاءات على نفس محل الجمهور وما بيكون محل ظل ما هو بيكون في إضاءات ولكن خافقة بطريقة معينة بالنظام معين بإضافة نفس الكراسي هادي حتى تانية فأنت بيتشتغل على على مجهود كبير وأشخاص كثيرة فلو واحد فيهم أنت أحملت بأنه ماندو خبرة ماندو شيء فأنت ممكن كده بتأثر على بادي الأمور أجل ما شاء الله يعني زي ما تفضلت المسرح له تخصصات وهذا شيء أكيد موجود في العالم كله وبإذن الله نشوفه برضو في مشاريعنا الموجودة عندنا في بلادنا الغالية الموضوع الثاني الشبيه بس أقل منه شوية أعتقد اللي هو المسرح أو السينما العامة صلاة دور عرض السينما يلا تقل أهمية لكن ما هي بنفس الدراسات أعتقد السوفين الرأي زي المسرح خلنا نتكلم عن صلاة دور عرض السينما هل احتياجاتها يتماشى أو يتمثل مثل احتياجات الدراسات اللي موجودة في قاعات المسرح الثقافية؟ لا بتكون السينما هي معتمدة على السماعات هذا الرقم واحد اللي هو المهندس الصوت اللي يكون متواجد وانه هو عامل تكنيك معين على حسب المساحة وعلى عادة كم بيكون متواجد من المشاهدين إذا كانت نفس السينما القاعد بتكون ما بين مئة لخمسمية غيره ميكونوا ألف وغيره مدرجات مختلفة الموضوع في بعض المسارح بعض السينما خارج السعودية بتكون عبارة على مدرجات سينماية بطريقة معينة هذه لها تكنيك مختلفة تماما على المتوفرة طبعا هي ليسا ما دخلت عندنا في السعودين نحن ليسا صغيرة الحجم اللي عندنا ولكن نعمل في الأيام القادمة بإذن الله بتوفر زي كده هي قاعات كاملة بتكون سينمائية بحتة ويكون داخل فيها الديجتال يمكن السينما الدخول للتكنيك الديجتال والأمور هذه تتحكم كمان في الكراسي عندك الكراسي بتكون متحركة على حسب المؤثرات الصوتية على حسب المشاهدة نفس الفيلم فأنت مباشرة بتكون متواجد في نفس الحدث معهم بإضافة أنه في بعض الشاشات هذه أنا شكتها برية بتكون مش شاشات مستطيلة لا هي بتكون شفحة حلزونية أنت جارس في قلب السينما نفسها يعني كأنك أنت بتمثل مع الممثلين شخصيا أعتقد هذه اسمها البانوراما سكرين مضبوط؟ هذا صحيح بسيما ياك فأتذكر صح لو أزبت فضلت المهندسلين للسينما عالم ثاني من الدراسات لأنه تقريبا وصلنا لغاية السيفندي اللي هي المؤثرات السبعة اللي هي حاسة النظر السمع الملمس التذوق الشم تجيك الرذاذ الموية الكراسي تهتز مع المؤثرات الصوتية تكون تحت الأرضية مرتبطة الكراسي قاعدة الكراسي عفوا بالنظام الصوتي فلما يكون فيه عندك التردد العالي والباس موجود في السماعات تجيك على الكراسي تتهزز فيها فصح كلام حظتك مضبوط وهذا شفناه وعشناه وإن شاء الله نشوفه قريبين هو أساسا أعتقد هي بسبب التقنية العالية الموجودة في السينمات الكبيرة ممكن ما جات لأنه حتى في أوروبا أو في أبريكا أو في كندا محدودة على السينمات الموجودة فيها 7D إنما الموجودات السينمات هي العامة اللي مطلوب لأنه هذا استثمار يعني ثمنه غالي على فكرة ديجاز تتكلم قاعة ما كانت غلطان مليون وخمسمية لاثنين مليون كل قاعة غير طبعا تجهيزاتها اللي ما يعرفوا أنه الفوت السينما العادية يوم ما تفوت على قاعة ديستاذ دور العرض السينما كله ديجوتر بمعنى آخر ما في إنسان موجود فيها لأنه هي صارة مركزية عندك غرفة عمليات أو غرفة تحكم شخص واحد موجود بريست فيه قاعة ما فيه ناس مش عافش الفيلم اشتغل يعني يقول لك الفيلم ساعة سبعة الفيلم ساعة سبعة اشتغل وانتهت فهي كلها صار عاد برمجة رقمية طبعا عندك الدولبي والدولبي آتموس اللي هو السماعات السكفية والجدارية موثلات صوتية جدا يعني زي ما تفضلتك عشان لا نعقد أخواننا المخواتنا مشاهدين خلالنا ناخد قدوة ثانية أقل استلو منزلية زي ما نحن جالسين فيها أكي ماذا اكتياجاتها؟ آه 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 بإضافة أنه تكون الشاشة بالنسبة لك ملائمة لمساحة الغرفة بإضافة الإضاءة الخافضة الدكورات والأمور البسيطة هذه حسب الزوق لكل شخص سيفان الثاني فما فيها تعقيدات بس أنك تعتمد أنك تعمل عازل صوت مناسب للمساحة الغرفة نفسها يعني حاجة بالمرة بسيطة ممكن أي أحد يساويها في بيته بالضبط عشان كده سموها سينما منزلية يعني أي واحد طبيعي يروح لأي مكان الإلكترونيات يجيب تجهيزات حاجة من الإنترنت يخلصها لكن اللي يتخيل أن يسوي سينماته في البيت مستعد يسوي نفس الفكرة سينماته في العامة في المنطقة العامة والمعلاءات التجارية أو على المسرح مهندسة لنا أبدا تشكرك وبستأذنك هل ممكن لو أحد يتواصل معاك لاستشارات هندسية مجال بالذات المسرح لأنه هو مع الرؤية اللي عنا فيها إن شاء الله لأن سينما عابنا عارفين تيجي تصميم خالص اللهم المقاول المحلي ينفذها زي ما هي ما فيه ابتكارات هل يتواصلون معاك عندك أحد يعني تقدر تدعمهم بشيء كده إحنا ما هنقول طبعا مجاني بس بنكون على التواصل معاكي ما فيه مشكلة أهلا وسهلا وسهلا في الجنة الله يسأل بك أجل إن شاء الله ممكن نتواصلوا عليها بالإنستجرام طبعيا كله تتفاصيل بإذن الله إحنا برضو دائما نقول على الرابط نحط حساب ضيوفنا ومنهم طبعا المهندسة لنا حجاه إياك الله وشرفتين ونورتين وشكرا لفنك وشكرا لمواهدك وهندستك وعلمك وثقافتك وإن شاء الله نكون لنا قراءة تالية مرة تالية ونستفيد من خبرتك في مجالنا الله سيدنا الله سيدنا سلام